صرح رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك بارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب عدم شمول نحو 330 قرية بمشاريع الإعمار وإعادة التأهيل جراء الصراع العسكري الدائر فيها بين حزب العمال الكردستانية المعارض لأنقرة والقوات المسلحة التركية وكان المحافظة علي تاتر قد أكد في تصريح أدل به للصحفيين في بلدة تشامانكي التابعة لقضاء العمدية شبالي المحافظة أن بعض تلك القرى يصل تعداد المنازل فيها إلى 5000 منزل ووفقا للحصائيات فإنما نسبته 25 إلى 30% من سكانها النازحين لم يعودوا لتلك القرى مما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة عشر تتر إلى أن دهوك تشهد تراجعا في نسب الفقر وهذا ما يميزه عن باقي المحافظات